موسيقى مشاهدي الأفضل مساء الخير دورة برلمانية جديدة عادية في ظروف غير عادية حتى لا نقول استثنائية قبل يومين انطلقات دورة أبريل وسط واحد الحركية مجتمعية غير مسبوقة يوجد المطلب حل البرلمان وإقالة الحكومة في صلب ملفتها المطلبية وهذا ما كيف رد تحدي جديد وكبير على أنه خبطنا البرلمانية والحكومية ومدى قدرتها على إقناع رأي العام بأن هذا المطلب هو ماشي معقول وبأنه ماشي في محله من خلال طبيعة الحال تأكيدها على انخيراتها في روح ومنطق هذه الإصلاحات المرتقبة حتى قبل إقرارها وتعاطيها مع قضايا وانشغالة المواطنين والوطن بجرأة موضوعية بعيدة عن السياسوية والشباوية بعيدة عن التكالية وبدعة انتظار الضوء الأخضر وبعيدة أيضا عن الحسابات والتوازنات السياسية الضيقة التي لا تخدم سوى الأطراف المعنية بمعادلة هذه الحسابات وتوازنتها دورة أبريل إذن التي نحن بصددها ربما تكون آخر دورة في الجربة البرلمانية المنبتقة عن دستور 96 والتي يتفق اليوم كل فعالية السياسية على أنه لم ينصف المؤسسة الحكومية وبشكل أكبر المؤسسة البرلمانية وأن الموقع الدستوري لهذا الآخر لا يؤهله لممارسات الاختصاصات التشريعية ورقابية بطريقة التي هي متعارف عليها في الدول الديمقراطية ويزداد هذا الأمر تعقيدا فعدم قدرتها على تفعيل هذه الألية الدستورية المتاحة على قلتها وضعفها فضل هذه المؤطية نتسأل مع ضيفينا هذا المساء النائب حميد نرجس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والمستشار عبداللطيف أعمو عن فريق التحالف الاشتراكي نتسأل كيف ستدخل النخبة البرلمانية غمارها التحدي كيف ستتفاعل مع مطالب حركة 20 أبريل أو 20 فبراير كيف ستجيب على انتقاداتي وانتظاراتي وتطلعاتي مختلف شرائح المجتمع مساء الخير سيو عمو مساء الخير أستاذ بنرجس إذن البداية بخصوصيات المميزة لهذا الدوراء وإلى أي حد كان هذا الموضوع هذا حاضر من خلال الاجتماعات الهيئة القيادية التي نعرفها كتواكب الافتتاح ديال أي دوراء وبطبيعة الحال في اجتماعات الفرق البرلمانية كيف سترى الدخول البرلماني سينارجس وفعلا كما جاء في تقديمكم السيد جلال نحن في المغرب نعيش في مرحلة دقيقة ما نقول شيء غير آدية ولكن دقيقة ولكن أظن ما يجب علينا كمغربة أن ندركه أننا في هذا البلد مؤهلين للتعامل الجيد مع هذه المرحلة ولتجاوزها لماذا؟ لأنه بلدنا أعطت لرأسها الوسائل لتعامل بنجاعة بحل هذه الأحداث خلافا لما يجري في البلاد المجاورة هنا الإشارة إلى المسار الإصلاحي لأنه مشيهر في العشر سنوات الأخيرة تذكروا أن المغرب في دستور 1962 هذا واحد القرار جريء جدا بإلزامية التعددية الحزبية وهذا الشيء هذا تمخذ عليه واحد العدد النتائج ما بينها أنه تعددية الرأي صبحت في المغرب شيء عادي جدا الاختلاف في منهجية مباشرة الأمور صباحة يمكن يعني هذا الشيء ما ترسلش حتى لحد دياله ولكن على الآقل في ناحية المبدأ لا أحد كان يعرضي فيه هذا وهذا الشيء هذا تنظن وأعتقد أنه عادي يمكننا باش نتعامله بنجاعة مع هذه المرحلة هذه اللي في الحقيقة سنشوفها من باب الإيجابية مشين باب الإيجابية أنها هذه المرحلة هذه عادي تتحنى واحد الأفاق واعدة واللي إلا تعاملنا بما يكفي من الموضوعية والمسؤولية والجدية غادي تجعل بلدنا في خاطرات التقدم الديموقراطي وغادي تجعل بلدنا مشيرة تتنعم الديموقراطية ولكن كذلك بالاستقرار البرلمان بطبيعة الحال بديهي جدا أنه مطالب في مساهمتي بتعميق النقاش حول هذا النقاش العمومي للشعب المغربي والمجتمع المغربي بكل روافده لا السياسية ولا المدنية ولا الإعلامية تقدروا وغادي إن شاء الله عادي نشاركو فيه وعادي تكون عندنا فرص في الغرفتين باش نشاركو فيه إما في مسلسل الرقابة أو في مسلسل شريع أو في مسلسل شغال الليجان أو في مسلسل لقاءات خاصة عادي نضمع الفرص يعني كترقبوا أن المؤسسة تشتغل بالنفس الواتيرة وبالنفس الآليات اللي كان عرفها اللي في الطورة السابقة وما قبلها أم غادي يكون هناك نعمل الابتكار والاجتهاد لكي يواكب هذه المرحلة لا أظن أنه سنكون لم نفهم شيئاً إذا اشتغلنا بنفس الواتيرة أظن أن البرلمان اليوم تخصو يعمل كل ما يلزم لتلميع الصورة دي هناك ملاحظات كثيرة على أداء البرلمان البرلمان اليوم مطالب بتلميع صورته بحضور مكتف وبأداء جيد ومتمييز ومسؤول ومضوعي في مستوى المرحلة وهذا أضعف الإمام طبيعي الحالة أستاذ أعموف أنتم فارق تحالف الاشتراكي شنوية بالنسبة لكم الخصوصيات المميزة لهذه الدورة وكيفاش كتنوي وتعاملوا معها شكراً ناسي جلال دورة ديال الربيع في خلال الولاية البرلمانية الحالية هي دورة عادية الشيء لمشي عادي هو الظروف التي يعيشها المغرب بجميع أقاليمه خلاصة اللي يمكن أن نطلق منها اليوم هي أن الشعب المغربي أثبت مرة أخرى بأنه شعب يتفاعل مع واقعه وبأنه شعب دكي وبأنه شعب يرفض كل من يحاول أن يجره إلى مغالطة أو تجين بمعنى أن هناك الآن التعبير بشكل واضح على ضرورة الإصلاح والإصلاح له مستويين إصلاح المستعجل اليومي المرتبط بحياة الناس ومعيشتهم والإصلاح المرتبط بالمؤسسات أنت قلت أن هناك دستور الحالي يشعر الجميع بأنه لا ينصف الحكومة وأن البرلمان يشعر بأنه لا ينصف هذا صحيح ولكن كون هذا الدستور لا يشتغل فلابد أن يتغير فهذا الذي نفسر به قوة خطاب صاحب الجرالين سعود مارس وجديته ومسؤوليته وتحديد لكي الحم يعني تفاعل مع مطالب المجتمع بشكل واضح يبقى الآن على المؤسسات القائمة بما فيها الحكومة والبرلمان أن تتحمل مسؤوليتها في البحث عن حلول مستعجلة للجواب على الإصلاحات التي لا تطلب تشريع نستيقل هناك فساد صحيح هناك فساد نستيقل بأن هناك مشاكل يومية تتعلق بالبطالة بالسكن بالوضع الاجتماعي المتردد تريد حلولا مستعجلة